موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى تقرير خاص أنا سيد يوسف أحييكم من واشنطن هل تقدم مصر على دمج التعليم الأزهري بالعام؟ ما هي الأثار المحتملة لمثل هذه الخطوة؟ وهل المشكلة تكمن في الدمج من عدمه؟ أم في ضرورة تجديد الخطاب الديني؟ على مدى الأيام الماضية وحتى الآن انشغلت الساحة المصرية في محاولة للبحث عن إجابات لهذه الأسئلة وغيرها بحث استحضر مجددا الجدل بشأن دور الأزهر وخريجي ومعاهده ومناهجه الدراسية ومخرجاتها كل ذلك جرى رغم نفي وزير التربية والتعليم طارق شوقي لوجود أي توجه لدمج التعليم الأزهري بالعام حاليا في هذه الحلقة من تقرير خاصة نتوقف عند أبرز محطات هذا الجدل مع ضيوفنا من القاهرة الدكتور محمد شحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية من القاهرة أيضا الأستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب المصري والأستاذ سامح عيد الباحث في الشؤون الإسلامية وسنضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة الأستاذ كمال زاخر الناشط القبطي أرحب بكم جميعا إذن تركز المدارس أو المعاهد الأزهرية على علوم القرآن والشريعة وأصول الدين وتقوم بهذا الدور منذ زمن بعيد جدا في التقرير التالي نتطلع على واقع التعليم الديني في مصر تعرف المعاهد الأزهرية بأنها مؤسسات تعليمية تابعة للأزهر وتقوم مقام المدارس العامة وتدرس مناهجها إلى جانب التعليم الديني حيث تركز على القرآن والشريعة وأصول الدين بدأت المعاهد الأزهرية بالانتشار عام 1961 وعادة ما يتم إلحاقها بالمساجد ولها نمط معماري إسلامي ويقدر عدد المعاهد الأزهرية في مصر بأكثر من 9 ألاف وتستوعب هذه المعاهد أكثر من مليوني طالب قبل المرحلة الجامعية هل تؤيد أن ترفض دمج التعليم الديني بالعام في مصر؟ هذا كان سؤال الحلقة الذي طرحناه عليكم عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي تلقينا عدد من الإجابات وسنقوم بعرض ما أمكان منها تباعا في هذه الحلقة الآن أبدأ نقاش مع ضيوفنا أبدأ من القاهرة مع الدكتور محمد شحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية طيب دكتور شحات يعني الوزير نفى هذا الكلام بأن هناك نية لدمج التعليم العام بالتعليم الأزهري لكن الجدل مستمر وهناك قبول لدى قطاع كبير من الناس لهذا المقترح لماذا يرفضه الأزهر برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو بالفعل ورد أن وزير التربية والتعليم قال في كلامه أمام مجلس النواب المصري أن هناك نية أو هناك مقترح نحو إدماج التعليم الأزهري في التعليم العام وأن وزارة التربية والتعليم ستكون مسؤولة عن ذلك وأن التربية الدينية ستكون اختيارية يعني سيكون التربية الدينية اختيارية من يريد من الطلاب أن يدرس التربية الدينية كان بها متاحة للطلاب لكن ما لا يريد يعني يستمر في التعليم أو الناحية الفنية والناحية العلمية ويكفيه ذلك ولا حاجة بنا إلى الأزهر والحقيقة الكلام ده موجود لدى بعض النخبة يعني وزي ما حضرك تفضلت أنه ليس جديدا يعني وأنه يمكن النقطة الجوهرية في هذا نجد أنه الراصد لأحوال التعليم في مصر يجد أنه فيه تدني للعملية التعليمية والعملية البحثية وأنه مسؤولية الوزارة التربية والتعليم ونحن نتكلم بصراحة شديدة يعني وبنضع نقطع الحروف أنه بالفعل هناك سواء في الجانب التربية أو الجانب التعليمي أو الجانب العلمي الفني أعتقد أن التعليم متأخر أو متدني لا يواكب العصر ونحن بحاجة بالفعل إلى صورة تعليمية وهذه الصورة التعليمية لا يقل عنها لكن أنت لم تجيبني على سؤالي يا دكتور الجندي أنا سألتك لماذا يرفض الأزهر هذا المقترح يعني صارع الدكتور شومان بنفي تصريحات الوزير ولم يحصل أي تأكيد لهذه التصريحات لماذا برأيك والله برأيي المسألة واضحة لأن دور الأزهر عبر 1060 عام إلى الآن يقود التعليم الديني في مصر وليس في مصر وحدها بل في العالم العربي وعلى مستوى الأمة الإسلامية وحضرك تعلم أو المشاهدين الكرام لعلهم أو بعضهم يعلمون أن الأزهر فيه 105 جنسية من الدول عبر القرارات الخمس وطبعا هذا الدور الكبير كيف يمكن أن يأتي بخط أو بجرة قلم كده ونقول لا والله لا داعي لهذا التعليم الأزهري رغم هذا الرصيد الكبير عبر السنوات وأن الأزهر كان يقوم بدوره الترباوي وأيضا الآن الأزهر يقوم بدوره العلمي وأنا شخصيا درست على المقرارات المدرسية أو مقرارات وزارة التعليم يعني هنا أريد أن أستوضح نقطة يا دكتور جندي لو سمحت معنى كلامك أن الحديث عن إلغاء التعليم الأزهري لكن الذي فهمناه من الخبر هو دمج المقرارات الدينية الموجودة في الأزهر مع المقرارات الدينية الموجودة في التعليم العام وجعلها اختيارية للطلاب هذا ما فهمناه أنت تتحدث عن إلغاء التعليم الأزهري بشكل جذري هل هذا هو ما جرى؟ بالفعل هناك كان النية أساسا حول الاكتفاء بدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم ولا حاجاتها بينها إذا كان الأزهر يقوم بهذه الجرعة من التعليم الديني سيكون هناك ناحية دينية أو بعض القرارات الدينية في وزارة التربية والتعليم وبالتالي طبعا الكلام ده غير كافي بالمرة وإذا كان هذا المقترح مكبول يبقى العكس صحيح يدمج التعليم العام في التعليم الأزهري ويكون الأمر تحت مظلة الأزهر وليس العكس لكن المسألة كده نقول إنه هو طرح جديد طيب أستاذ سامح عيد ما رأيك في هذا الجدل؟ هل من الأفضل أن يتم هذا الدمج؟ طبعا ما نتكلمش عن الجامعة جامعة الأزهر تظل بقية ولكن نحن نتكلم عن التعليم ما قبل الجامعي أنا أرى ضرورة عملية الدمج وأنا هقول بس بعض الحقائق لو سمعنا كلام الدكتور شومان في نتيجة السنوان الأزهرية 2017 قال إن الطلاب المتقدمين 166 ألف طالب اللي دخل الامتحان 114 ألف طالب ونسبة النجاح 58% معنى هذا الكلام نحن نتكلم عن 52 ألف طالب 52 ألف طالب ما دخلوش الامتحان هؤلاء متسربين من التعليم بسبب صعوبة هذا التعليم الأزهري إنه يجبر الطالب على حفظ القرآن كاملا وأعتقد بأي دراسة علمية إن لا يمكن أن الطلاب لا يزيد على نسبة 2% منهم قادرين على هذه المعدلات من الحفظ نحن نتكلم عن 6236 آية عن 114 صورة عن 30 جزء عن 240 ربع 500 صفحة لمصحف الكريم فكرة إنه يجبر الطلاب على حفظه كاملا ونحن نتكلم عن تعليم يتجه إلى ترك التلقين والحفظ والاتجاه إلى البحث أكثر والدراسة أكثر وإيسا تعليما أحاديا فإحنا نتكلم أنه أصلا لو هم تركوا الموضوع بدرجة من درجة الحرية حتى لاشى التعليم الأزهري كان فيه في سنة 15 تبقى لإعلان الأزهر نفسه إنه فيه 70 ألف طالب تحولوا من التعليم الأزهري إلى التعليم العام بسبب الصعوبة وبسبب أنه كان الأول يدخل الأزهر ربما لأن كان الطب أقل في الدرجات وأقل في المجموع ولكن الآن بقى زي هم أقرب للتعليم العام 96 و95 بإضافة أنهم عندهم مواد شرعية وبالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم كل هذا أصبح أكثر صعوبة ولكن للأسف الشديد جنف سنة 16 طلعوا قرار تعوق تحويل الطالب من التعليم الأزهري للتعليم الحكومي وأنه لازم يكون فيها نهاية مرحلة ولازم يكون بسبب معين أنه يكون تكسفت الفصل كتير وما شابه ذلك نحن نتكلم عن 10 ألف معهد أزهري عليهم 2 مليون طالب بواقع 200 طالب لكل معهد أزهري هل المشكلة أستسامح في صعوبة المناهج؟ هل المشكلة في صعوبة المناهج؟ لو حصل هذا الدمج ستقل الكسفات والنقطة الثانية هل المشكلة؟ بونتج أفضل التعليم الأزهري برضو فيه مشكلة كبيرة جدا أنه هو ما فيش فكرة الفرز في المرحلة الإعدادية بالنسبة للتعليم المدني فيه فرز في المرحلة الإعدادية ففيه طلبة بتخش إلى التعليم الفني وطلبة آخرين طيب حضر لك تسمعني أو أستاذ سمعك؟ وطلبة آخرين بيخشوا للتعليم الأزهري حضر لك سمعني دلوقتي؟ آه سمعك سمعك كويس فضل أنا سألتك هل المشكلة في صعوبة المناهج؟ هل هذا المقترح ظهر بسبب صعوبة المناهج الأزهرية؟ وإشفاقا على الاتنين مليون طالب الذين تتحدث عنهم؟ أم بسبب وجود مشاكل في المناهج الأزهرية؟ وجاء هذا المقترح ربما للتخلص من هذه المشاكل؟ لا المخرجات نفسها فيها مشكلة المناهج نفسها فيها مشكلة وإن كان الأزهر بزا مجهود كبير في تعديل هذه المناهج وخاصة بالنسبة لمرحلة الاتدائية ربما وخلاها أقرب للسلوك الإنساني وحقوق الجار وما شابه ذلك والأخلاقيات العامة النظافة من الإيمان وما شابه ذلك ولكن ما زالت المناهج في تالت في إعدادي وتروح لسنوي بتدرس توحيد وعقيدة وتفسير وسيرة وتدرس علوم الدين كلها والمشكلة في طريقة التدريس منهجية التدريس في حد ذاته نعم نحن نقول للطالب المفروض أنه يبحث يعني تغيير منهج التاريخ وكذا بحيث أنه ما يتقلوش حاجة أحادية تفكير أحادي أنه صح أو غلط ولكن يترك الأمر الدراسة ولكن طريقة التدريس طريقة دجماتيقية المطلق أن مثلا مذهب الأشعار في العقيدة هو أفضل مذاب وأنه غيره خارج عن أهل السنة وأن أهل الشيعة طريقة أحادية تخرج طالب عنده مشاكل في التعامل مع الآخر بشكل عام وتعامل بشكل أحادي بشكل فقه المذهبية نفسها اللي لغاها الشيخ طانطاوي عادت مرة أخرى مع الإمام الطيب فكرة أنه لابد أن يختار مذهب وفلسفة اختيار المذهب هي فلسفة تحتاج إلى مراجعة لأن فكرة اختيار المذهب أنه لو الشخص تغير عن مذهبه يعتبر التبع لهواه نعم طب هيدي نوت خلينا نرجع لها تاني استاذ سامح انضم إلينا استاذ محمد أبو حامد نعم استاذ محمد أبو حامد عوض مجلس النواب المصر لأنه هو تقدم بمقترح بهذا الخصوص استاذ محمد أبو حامد أهلا بك على الحرة يعني أولا هل قال الوزير هذه التصرحات في مجلس النواب أم لا أهلا وسهلا بحضرتك هو في الحقيقة المعالي وزير التعليم في اجتماع مع لجنة التعليم والبحث العلمي كان بيتكلم أنه فيه يعني انجاز التعبير تفكير فيه دمج التعليم الأزهري مع التعليم العام على اعتبار أنه أي دولة في العالم بيبقى عندها سياسة تعليمية واحد بعد كده وكيل الأزهر الشريف نشر على صفحته أنه هو يعني أجرى اتصال تليفوني بوزير التربية والتعليم حتى يتبين الأمر يعني وقال أنه قال له أنه فيما معنى أن المقصود مش ما فهموهم وفي الحقيقة زي ما حضرتك تعلم أنه على مدار التاريخ مع أي محاولة بتصدر عن أي شخص حتى وإن كان من أسدت وعلماء الأزهر لتطوير الأزهر سواء من الناحية التنظيمية والإدارية أو من ناحية تطوير المناهج ومراجعة منهجية التدريس ومشابه دايما مؤسسة الأزهر وعلماءها بيتعاملوا مع هذه المحاولات بحساسية وهو حتى الطريقة اللي كتب بيها قبل الوكيل الأزهر على صفحته طيب قبل الحساسية لأنه ورده ما مصدرها حضرتك تقدمت باقتراحنا بس عايزين نفهم المقترح هو إلغاء التعليم الأزهري يعني ما معنى الدمج في التعليم العام كيف نفهم معنى المقترح نفسه بص حضرتك أنا كنت عامل تعديل للقانون 133 سنة 61 اللي هو قانون تنظيم الأزهر وأنا كنت عامل تعديل شامل يشمل كافة الهيئات ما يخص جامعة الأزهر وما يخص قطاع المعاهد الأزهرية أنا قلت أنه الأزهر من أول ما أنشئ وليه دور محدد ودستور مصر 2014 الدستور الجديد في المادة 7 اتكلم عن الدور ده بشكل واضح جدا أنه مرتبط بالحفاظ على الشريعة الإسلامية وأصول الشريعة واللغة العربية لو حضرتك نظرت إلى جامعة الأزهر الشريف هتجد أن فيها كليات ملهاش علاقة من قريب أو بعيد بالدور ده زي كلية طب وكلية هندسة وكلية زراعة وكلية تجارة وغيرها من الكليات العلمية أو الافتخصصات ما هي مرتبطة لا باللغة العربية ولا بالشريعة ولو حضرتك متابع الكتابات اللي قالها عدد من كبار علماء الأزهر زي الشيخ الشعراوي والشيخ شلتوت والشيخ المراغي وغيرهم لما صدر القانون 103 وفتح المجال أن ينشأ مثل هذه الكليات كانوا بيقولوا بشكل واضح جدا أنه ده بيشتت الأزهر عن أداء دوري أنا في التعديل اللي عملته رجعت الأزهر الشريف إلى مكان عليه قبل القانون 103 أن الكليات اللي موجودة داخل جمعة الأزهر هي الكليات المرتبطة باللغة العربية وبعلوم الشريعة فقط وأنه باقي الكليات العلمية الأخرى بتخرب برا الأزهر الشريف وإما بيتكون لها جمعة وتبقى ملحقة به أو يشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي أو أنه كل كلية من الكليات بجوار جمعة من الجامعات المصرية العادية يتم إلحقة به في قطاع المعاهد الأزهرية نحن عندنا 10.000 تقريبا معهد أزهري العشر تلاف دول لو حضرتك عملت إحصائية هتلاقي على الأقل 99% مثلا من الطلبة الموجودين داخل هذه المعاهد لا ينوي دخول إلى كلية من كليات العلوم الشرعية أصول فقهة أو علوم القرآن أو غيرها وإنما هو داخل المعاهد دي وفي النهاية هيدخل كلية تجارة ولا طب ولا كليات عادية فأنا قلت أنه إذن إذن وجود العشر تلاف معهد دول تحت إصراف الأزهر الشريح إنهم مداموا غير مرتبطين بالأزهر وإننا هنحدد عدد محدود من العشر تلاف دول وضحت الفكرة أستاذ محمد وضحت الفكرة سأتوقف عند هذه النقطة لأن هذه النقطة سنعود إليها في سياق حلقتنا هل المشكلة في مناهج الأزهر أم في طبيعة وتكنيك العملية التعليمية داخل جامعة الأزهر بعد الفصل القصير التالي نستكمل يبقوا معنا أهلا بكم من جديد على غرار الجميع انقسم طلاب المدارس بشأن دمج التعليم هذا التقرير يتضمن آراء عينا منهم نتابع لا مش مع الفكرة كل نظام تعليمي هم الأزهريين متعودين على حاجة احنا مش نبقى متعودين عليها من الأحسن نبقى دمجين اللي تنمع واحد حتى نتعلم مثلا التعليم الحكومي نتعلم شوية التعليم الأزهري من ناحية المواد وكده مثلا فكرة تبقى ناكحة خصوصا التعليم الحكومي أكتر أو الخاص ما بيقاش فيه فكرة الدين لو دمجنا التعليم الأزهري مع التعليم الحكومي هنكسب بمحاكتين انه حدش يبقى عنده ميزة خاصة علشان ما يحصلوا شما تطروا في الأفكار وكده وكده وكلام ده لازم نطور برضو التعليم الحكومي العادي لأن التعليم الحكومي العادي بيعتمد ضرده على الحفز شوية كده هتطر أن أنا إما الناس الأزهرية ألغي بينهم متعفز القرآن يما اططر حفز اللي اتنين ومع ذلك فلاس مسيحيين أنا اسمي مينة فكده أنا اططر يعني أنا كمسيحي هيتطر يتحط عليه أن أنا أحفز القرآن تعليم الأزهاري اللي كانوا لوحده نعم التعليم العام ده كانت أنا مستقبل لأصلا الاهتمام بالتعليم الأزهاري قال جدا والتعليم بقى متدهور للأزهاري طبعا وبجانب التعليم الحكومي بقى برضو متدهور بس الأزهاري أكتر صعب جدا عشان عمونا لافيش مدارستها تستحمن الاثنين والعقلية مفيدة لوحد طالب صغير التعليم على التعليم الأزهاري الصعب اللي هو ينتقل طريبات التعليم والعكس نعود إلى ضيوفنا إلى الدكتور محمد شحات الجندي عوض مجمع البحوط الإسلامية دكتور جندي سمعت هذا الكلام يعني أراء مختلفة معظمها يصب في مصلحة هذا الاقتراح وهؤلاء الطلبة في معاهد أزهرية لكن السؤال الذي طرحه قبل قليل سيد محمد محمد لماذا يتعامل مسؤولون في الأزهر بحساسية مع أي مقترح يمس التعليم في الأزهر أو المناهج في الأزهر تحديدا لا هو حضراك الآن بس هذا الكلام أنه في حساسية من جانب الأزهر أو من جانب علماء الأزهر نحو مثلا تجديد في المناهج أو تخفيف في هذه المقرارات الدراسية أو تطوير العملية التعليمية أو لا أنا أرى أن مسألة الحساسية دي يعني غير موجودة بمعنى الكلمة لأن هي بس مسألة أن علماء الأزهر أو من تكلموا في هذا الموضوع يريدون أو عايزين التعليم المناهج دكتور جندي أليست المناهج في الأزهر بحاجة إلى تجديد؟ أليس هناك من المناهج ما هو بحاجة إلى تجديد وإعادة فهم ونظر؟ بالفعل حصل هذا ما هو حضراك فعلا مسألة بحاجة لتجديد في المقابل أيضا المناهج الموجودة في التربية والتعليم بحاجة لتجديد وإن الأزهر بالفعل على مدى سنتين وأنا بكلم حضراك وبكلم المشاهدين أنه بالفعل حصل على مدى السنتين اللي فاتوا تغيير في هذه المناهج محاولة أنه الأراء إذا كان فيه أراء هذه الأراء لا تعبر عن وسطية الإسلام لا هذه الأراء تستبعد وإنما الأراء اللي تعبر عن وسطية الإسلام عن الإسلام الذي يتعامل مع الآخر الإسلام الذي يقبل الآخر الإسلام الذي يؤدي إلى حقوق الإنسان وغيره هذه الأمور بالفعل تم عمل إصلاحات أو تجديد بالنسبة لها لكن المسألة محتاجة لبعض الوقت لكن مسألة حضراك أنه إذا كان بعض الطلاب بيرفضوا أو بيقولوا لا والله التعليم الأزهري صعب نعم التعليم الأزهري فيه خصوصية أكتر بالتأكيد وفيه مودة أكتر من التعليم العام لكن هل الوسيلة في كده نحن نقول لا داعي إطلاقا للتعليم الأزهري أو على أقل نختزل دور الأزهر على الإطلاق ونجعله داخل التعليم العام هذا كلام طبعا أنا عند حضراك دلوقتي عزيح خلينا نسمع من الأستاذ سامح عيد الرأي في هذا نعم أستاذ سامح عيد رأيك في هذا الكلام يعني هل هذا هو جزء من الهجوم الدائم والمستمر على الأزهر ويعني استهداف مناهج الأزهر تحديدا رغم ما يتحقق أو تحقق على مدى العامين الماضيين أنا أحاول مثال بسيط رقمي أنا أطالب المشاهدين وأطالب إعداد حضرتك يرجع لتنسيق السنوية الأزهرية لسنة 17 وسنة 16 التعليم العام في حاجة سماها معاية فوق متوسطة اللي بيجيب 60 و65 و55 وحاجات زي كده وعشان يخش جامعة لازم يكون فوق السبعين التعليم الأزهري رغم أنهم فيش فرز في الإعداد دي ناس بيروح دبلوم وناس بيروح سنوي عام كله بيروح سنوي العادي ما عندهمش فرز في الجامعة كله بيخش جامعات روح لشوف التنسيق حتى 50% سنة 17 و16 بيخش الدراسات الإسلامية 52 بيخش أصول دين يعني معنى الصح كل مؤهلات اللي دخل أصول دين عشان يطلع دارس لعلوم الدين الإسلامي بشكل متخصص هما الأدنى مجموعة أو كان داخل عايز طبة أو عايز هندسة أو عايز لغات أو عايز ما شبه ذلك ولكن لأنه من أدنى المستويات التعليمية ومن أدنى القدرة على التحصيل أو الأضعف إرادة اضطر مرغما يخش أصول الدين والدراسات الإسلامية وارجعوا للتنسيق إنما لو التعليم قبل الجامعي موحد وبدل ما هو يكون منفتح على 114 ألف طالب بس هيكون منفتح على مليون طالب يقدر أصول الدين تطلب 90% و92% فحيخرج طلبة يدخلوا هذه الكليات أكثر قدرة على التحصيل وأكثر زكاء وأكثر إرادة يقدروا يطوروا حتى بعد كده في آليات التعامل مع هذه المناهج ويبقى فعلا تعليم متنوع قائم على الدراسة والبحث ولكن لأنهم هل هناك مشكلة كبيرة في المناهج؟ أنا حضر بمثال صغير على المناهج حضر بمثال صغير على المناهج لما نلتزم بالمذاهب الأربعة وكل واحد يأخذ مذهب نطلق ثم صغيرين المذاهب الأربعة متفقة إن في حد رد من بدل لدينا فاقتلوه والمذاهب الأربعة متفقة إن لا يختل مسلم بكافر يعني لو واحد مسلم أتى المسيحي لا يقتل أصاده ولكن يدفع الدية وأحيانا النص الدية وأحيانا التلت الدية خلاف بين المذاهب وهو راجل متمذهب لازم يأخذ متن مذهبه دي نقطة النقطة التانية التوحيد يدرس في السنوي الآن مطون الشيخ اللقاني اللي مات 1632 هجريا بشرح الباجوري اللي مات 1835 والمطون معتمدة بتكلف على لغة السجع وهي المطون شديدة الصعوبة طب ليه ما خدوش رسالة التوحيد بتاعة الشيخ محمد عبدو أكثر يسرا واللغة بتاعتها أكثر سهولة ليه يجيبوا لغة عربية صعبة معقدة وأعتقد أنه كان بتعمد لا يفهمها العامة ولا يفهمها ليه بتعمد ليه بتعمد ليه بتعمد ليه بتعمد طيب كان زمان في لا أنا أتكلم في القدم في القدم كانوا بيقولوا دراسة الفلسفة وعلوم الكلام ما والتوحيد ده علوم كلام وفلسفة لا يدرسها العوام والهوام ده كانت نرشدة حتى وكان نصيحه التلامزته أنها تكتب بلغة لا يفهمها العوام والهوام لأنها لغة يدرسها المتخصصين لأنهم خايفين علوم الفلسفة بمعنى صح فلابد أن تكون بلغة صعبة فالقدماء ماشوا على هذا النهج أن ما يخص علم الكلام أو ما يخص الفلسفة بشكل أو بآخر أن التوحيد علاقة الإنسان بالله والأسماء والصفات وأمور شديدة التعقيد وفلسفية فمش عايزين اللغة بتاعتها تبقى سهلة فصاروا على هذا النهج لما جاء محمد عبدو تكلم بلغة سهلة بعد كده في القرن أو آخر القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين في رسالة التوحيد بتاعته قد أكثر يوشا وأكثر السهولة 230 يجري بشرح الباجوري اللي مات 1800 ليه مختارش رسالة التوحيد بتاعت محمد عبدو لأن برضو فيه تعامل التعامل السابق اللغة تكون صعبة يعتمد للأزهر لأنه مش عايز عايز الموضوع درجة من درجات الصعوبة ما يفهمهاش الناس العديد طيب خلينا نسمع من الأستاذ دكتور محمد شحات الجندي رد على هذه النقطة قبل أن أخش الفصل فضلك تورجندي يعني لماذا حضرك هذا كلام معلش الكلام اللي قاله الأستاذ سامح لكلام غير صحيح لأنه لسبب بسيط جدا أنه بالفعل ليه الأزهر عايز شرح الباجوري أو غيره من كتب ما يقال عنها كتب التراث أو كتب الفقه أو كتب العقيدة لآخره كتب علم الكلام الأزهر يريد أن اللغة العربية وتواصل الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل يظل الأسلوب العرب الصحيح تظل الفصاحة الموجودة في اللغة العربية قائمة لدى الطلاب في كل عصر بس أسلوب محمد عبدو أسهل يا دكتور جني أسلوب محمد عبدو أسهل طبعا أسلوب لكن لكن مش شامل حضرك طبعا أنا عندي رسالة التأخيض وقرأنا رسالة التأخيض للإمام محمد عبدو لكن لو قررنا الباجوري سنجد أنه فيه مقارنة بقارنة يعني بيقول لي والله علماء الكلام أهل السنة بيقولوا كذا والشيعة بيقولوا كذا والكلام ده حضرك التعددية نحن نطالب بالتعددية يعني الأستاذ سامح بيقول لي ده أحادية كلام ده غير صحيح ده الأحادية هو يوم ما ندرس المذة بالحنف والمذة بالشافع والملكي والحنبالي والظاهري ده السنة بس وتلات مذاهب الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والإباضية الخواري ده تعددية ولا أحادية ده أمر الأمر الآخر اللي واجب برضو ناخد بالنا لا هو ده تعددية بس هما بيطلبوا بيطلبه اختيار مذاهب هو ده تعددية بس هما بيطلبوا اختيار مذاهب جوال أزهر لا بيطلبوا اختيار مذاهب لا حضرك الآن برضو هناك شعبة اسمها الدراسات الإسلامية إذا كان برضو بيكلم أن المذاهب هو الكلام برضو غير صحيح عبما يعني ليه؟ لأنه بيقول المذاهب الأربعة كلها بتقول حد الردة لا هذا الكلام لم يقول يعني فيه مذاهبها بتقول حد الردة لكن هناك أخوال في المذاهب الأربعة بتقولها الردة لم تذكر في القرآن الكريم لأنه وبالتالي القرآن عقوبتها أخروية هذا الكلام موجود برضو بيقول لا يقتل المسلم بكافر معلش هذا الكلام خطير لأنه إحنا بغض النظر في الأزهر والغير إحنا بيكلم عن دين هذا الدين بيقول والله أنه يقتل المسلم بالكافر ويقتل لأنه وكتبنا علم فيها أن النفس أنا آسف للمقاطعة يا دكتور جيندي سنعود لهذا الحوار معك ومع طبعا باقي ديوفي بعد الفصل القصير التالي سنتابع الأخبار في ثلاث دقائق ونعود ونستكمل أرجو أن تبقوا معكم أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى تقرير خاص دمج التعليم العام بالأزهرية هذا موضوع الحلقة في تقرير خاص أعود مجددا إلى القاهرة مع مرسلنا هذه المرة محمد عبد العال مرسل برنامج تقرير خاص وهو لديه مجموعة من الناس لنعرف أيضا رأي الناس تمعنا قبل قليل رأي الطلاب في هذا الدمج سنأخذ من محمد الآن صورة أكثر شمولا عن رأي الناس في هذا الجدل محمد أهلا بك يعني كيف يبدو هذا الجدل في رأي الناس هل هم يؤيدون هذا المقترح أم العكس نعم سيد هناك العديد من الرؤى التي تتباين داخل الشارع المصري حيال قضية دمج التعليم العام بيئة تعليم الأزهري هناك من يرى بأنه يجب أن يقتصر على ما قبل التعليم الجامع هناك من يرى إلى بأنه يجب تقليص عدد المعاهد الأزهرية إلى 120 معهدا بما أنها منتشرة في ربوع مصدعنا نأخذ عينة وعينة أراء عشوائية من المواطنين في هذا المقى في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة بداية ما رأيك في قضية دمج التعليم العام بالتعليم الأزهري هل توفق لهذا المقترح أم لا؟ أنا شايف أنه الأحسن يخله الأزهر أو مؤسسة الأزهر قايمة على التعليم الديني ولأن التعليم العام كلما يقتصر عليه الأزهر أحسن يعني خلينا بعيد عن الأزهر خلينا بعيد عن مشاكل التعليم مع الأزهر ما يقتصر على المواد الدينية أعتقد أنه أفضل نعم سأحاول أن أخذ بعض من الأراء أيضا هناك بعض الأراء التي تتحدث بأن مناهج الأزهر لا تنشر التطرف ولكن المسألة تأتي في ضعف الرقابة في مستوى المدرسين الذين يقومون بالتعليم سأخذ رأيا آخر يعني البعض يحمل مؤسسة الأزهر المسئولية لذلك هناك مقترح بدمج التعليم العام بالتعليم الأزهري هل توافق على هذا المقترح أمانك ترفضه؟ لا لا طبعا لا أوافق بتاتا يعني لماذا؟ الأزهر يعني حاجة كده من باله كام سنة في مصر في بعثات بينشر الإسلام الوسطي بعثات أفريقية بعثات عربية يعني أنا أهتأ بس أتمنى للأزهر يهتم بالتعليم الديني أكتر من التعليم العامي يخلي الحاجات الطب والحاجات دي للجامعات النمو الأزهر ينشر الإسلام الوسطي سأخذ بعضا من الأراء حتى تتضح الصورة أكثر هنا في هذا المقام من بعض الذين يتوجدون إذن هناك أراء تتبايع الحيالة هذه النقطة بين التأييد والرفض أهلا بكم سأقاطعكم لمدة أقل من دقيقة هل توفق أنت على دمج التعليم العام بالتعليم الأزهري؟ هناك من يرى بأنه لا يجب الاقترام من الأزهر هناك من يرى بأنه يجب الاقترام من هذه المناهج والله والأزهر مؤسسة عريقة وموجودة من فترة أنا شايف أن الموضوع هيبقى صعب شوية مش بالسهولة اللي احنا متخيلينها لأن دمج الأزهر بالتعليم العامي محتاج ترتيبات قوية قبل أو دراسة قبل ما نبدأ حاجة زي كده هل ترى بأن مصر مؤهلة لدمج التعليمين العام والأزهري مع بعضهم البعض أم لا؟ وبعيدا عن التأهيل أنا شايف أن الفكرة أساسا غير مقبولة الأزهر طوال عمره هو المؤسسة المعتادة للوسطية الموجودة في مصر النهاردة رم تيجي تقفلها الحابب يعلم أولاد علم صارع هيوديهم فين أو هيعلمهم إيه أنت كده هتسيبهم بعض بيشوف أن التعليم يقتصر على التعليم قبل الجامع هل توافق على هذه النقطة من بعض المقترحات المطروحة؟ التعليم الصارعي أصلا في الأزهر بيبدأ من الابتدائي يعني ففي النهاية برضو أنت لما تحب تعلم أولادك تعليم صارع هتوديهم فين لما هتقفل المؤسسة دمج التعليم يعني هتلغي تقريبا التعليم الأزهري لما بعد كده هتقفلوا هتوديهم فين هتسيبهم لأفكار تانية مختلفة تماما إحنا مش عايزينها يعني أنا أجيرا حافظ على التعليم الوسطي أعتقد دايبة وفضل لنا شكرك شكرا جزيلا إذن كانت هذه عينة من الأراء الموجودة في الشارع المصري بقيا أذكر بأن هذا الجدل ازداد نطاقه بعد اغتيال الناب العام هشام بركات في مارس أذار 2016 بعد أن تحدث اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية المصري بأن من قام باختياله هم من ينتمون إلى جامعة الأزهر نعم نعم شكرا جزيلا لك محمد عبد العالم طبعا وضيوفك في هذا المقهى وأعود مجددا إلى ضيوفي أيضا في القاهرة نضم إليه الآن الأستاذ كمال زاخر المفكر والناشط المصري القدس كمال أهلا بك على تقرير خاص أريد أيضا أن أستطلع رأيك في هذا الجدل كمفكر قدس وخصوصا أن هذا الأمر أيضا إذا حصل طبعا لا شك أنه سيتأثر به المسيحيون في مصر فيما يتعلق بالتعليم الديني كيف ترى هذا الجدل؟ هل أنت تؤيد هذا المقترح أم لا؟ بالضرورة لازم نرجع الأمر إلى أصوله فالجامعة الأزهر هي بالأساس جامعة دينية الأزهر نفسه مؤسسة دينية ومن ثم اهتمامه الأساسي كما قال الكثير من المعلقين أو المتداخلين هو حماية الدين ونشر الدين والتعليم بتعليم الدين إلى آخر هذه الأمور من علم الكلام إلى علم الفقه إلى الشريعة إلى آخر هذه التقسيمات ومن ثم خروجه من دائرة العلوم الدينية إلى العلوم المدنية العالمية كما يسمونها ده خروج عن مقتضى دوره وأظن أنه الأمر بيعود بنا إلى تجربة أوروبا مع الجامعات الدينية لأن أغلب الجامعات العريقة في أوروبا ولدت أو انشأت في داخل الأديرة ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن صارت جامعات مدنية صرفة ثم اختزل الأمر الديني في كليات اللهود يعني اللي فهمت من حضرتك أن أنت مع أعطاء الصبرة الدينية للكليات الأزهرية بمعنى أن تكون هذه الكليات تدرس العلوم والشريعة الدينية بعيدا عن العلوم الطبيعية الصبرة الدينية الإيه الدينية الإسلامية طبعا في الأزهر هلها مفهمتو صحيح؟ صوت قطع طيب صوت قطع خلينا نعود إليك مرة أخرى أستاذ كمال زاخر ونذهب لمحمد أبو حامد من جديد أستاذ أبو حامد الرئيس عم فتاح السيسي أعلن في أكثر من مرة عن ضرورة تجديد الخطاب الديني وفي نهاية المطاف تم إداع الأمر برماته في يد الأزهر كمؤسسة وسطية في مصر القيام بهذا الموضوع هل يخدم هذا المقترح فكرة تجديد الخطاب الديني برأيك؟ يعني هو بالتأكيد كل تطوير للمؤسسة هيعود إيجابيا على قدرتها على أنها تقوم بدورها الرئيسي في تطوير الخطاب الديني وفي الحقيقة أنا من الناس اللي كان لدي يقين وما زال لدي يقين أنه النقطة الأولى في تطوير الخطاب الديني هو بالتطوير المؤسسي للمؤسسات القائمة عليه حضرتك هل تعلم أن القانون 103 لسنة 61 القانون الحاكم للأزهر الآن لا يوجد فيه ولا سطر واحد يتكلم عن وجوب تطوير الخطاب الديني لا يوجد فيه ولا سطر واحد يتكلم عن حتمية مراجعة المناهج كل فترة على الرغم أن الأزهر في تعريف نفسه لنفسه يتكلم أنه مؤسسة علمية والمعروف أنه في العالم كله أي مؤسسة علمية سواء كانت جامعة أو غيره تعرض مناهجها للمراجعة والتطوير كل فترة من الزمان لا يوجد في قانون الأزهر الحالي ولا سطر واحد يتحدث عن آلية لرقابة القائمين على تدريس وشرح الكتب والمناهج الدينية داخل جامعة الأزهر وإذا ظهر أن بعضهم يتبنى آراء أو أفكار تدعو إلى تشدد أو مشابه أن يتمم وجهته بإجراءات فالأمر من الناحية القانونية كقانون بيحكم الأزهر ويضبط عمله وواجباته الأمر لا يوجد فيه حديد ولذلك لما الرئيس تكلم مع العلماء الأزهر في أكتر من مناسبة دينية ودعاهم إلى تطوير الخطاب الديني الأمر مطروك لتقدرهم هم الشخصي لا يوجد وصيقة تقول أنه لو وجد في المناهج كذا وكذا وكذا من الأمور التي تهدد أمن وسلامة المجتمع يجب التصدر لها لا يوجد فيه القانون ما يفيه معيينة هذا كمان على فكرة دور البرلمان بأن حضرتك نائب في البرلمان هذا دور أساسي للبرلمان أنه المفروض أنه يسن القوانين في هذا الموضوع سنعود إلى هذه النقطة صحيح ولذلك خليني بس لأنه في عندي مقطع صوتي خاص بهذه الجزئية جزئية المناهج التعليمية في داخل الأزهر والتي كانت دائما عرضة للانتقاد سنتابع جانبا من هذه الانتقادات في هذا المقطع من الشيخ محمد عبدالله نصر وذلك خلال مشاركته في حلقة سابقة من برنامج تقرير خاص نتابع الأزهر يدرس ملك اليمين في كتاب الفقه الحنفي للصف الثالث السنوي الاختيار لتعليل المختار من صفحة 138 لصفحة 340 يقول ويسير الأسرى إلى الإمام سيرا على الأقدام فإن تعب الكبار قتلوا ويتركوا النساء والأطفال في أرض مضيعة حتى يموتوا جوعة ويجوز للإمام أن يسبي النساء ويتخذهن ملك يمين تمام؟ ويجوز له أن يسترق الأطفال طيب دكتور جندي يعني كيف يمكن تدريس هذه المناهج في الأزهر ولا يوجد حساب لها ولا توجد قوانين أو إجراءات حتى ربما تراجعها على أقل تقدير شوف حضرك هو التعديل الجديد أنه بالفعل هناك مثل هذه النصوص موجودة في بعض الكتب صحيح سواء كتب الاختيار لتعليل المختار أو كتب أخرى لكن ببساطة شديدة الآن هناك هامش كده بيقول والله أنه الكلام عن الرق أو كلام عن ملك اليمين ده كان في ظل مرحلة تاريخية معينة لكن الآن الأمور انتقلت إلى أنه الرق الألغية ومصر طبعا انضمت إلى المعهدات الدولية في هذا الإطار وبالتالي هو بيدرس على أساس أنه كيف تطور الفقه أو كيف تطور مسيرة الفقه عبر الزمان لكن مش معناها إذا كان القدة أو الشرح ده موجود في الهامش أنا أعتقد والأستاذ كمان ملزم حضرك الآن هناك تدريب للأساتذة أو للقائمين على تدريس هذه المواد أنه الوسطية بالنسبة بس هو السؤال يا دكتور جندي ليه ليه تبقى موجودة المناهج دي يعني ليه تبقى موجودة من الأساس والله هو موجودة كنوع من الأمانة العلمية لكن الأمانة العلمية بشار لها إذا كان ده حضرك الآن أنا مثلا واحد بيقول والله أنا رأيي في القضية الفنية كذا وكذا وكذا هذا الكلام إما إننا نقول والله هو تقرير بأنه قاله وأنه يعبر عن وجهة نظره وفي ذات الوقت كمان بنقول لا هذا الكلام لا يمثل الإسلام الصحيح لأنه مسألة الرق ده تكفيف منابع الرق إن الرق ده إنه بالفعل كانت هناك إجراءات من واقع القرآن الكريم والسنة نحو أن هذا الرق كان سينتهي مع مرور الزمن فهذا الكلام موجود الآن في المقاررات الجديدة فلا مشكلة وبعدين حضرك الآن يعني هي نقطة بسيطة اسمح لي أن أنا أقولها يعني هو الكلام المشكلة إيه المشكلة دلوقتي الآن أنه يراد سلب دور الأظهر لاختصاصه في التعليم الديني وإقصاءه عن هذا الموضوع بحجة أنه لا والله أصل فيه بعض الأمور غير صالحة ومثل هذا لا هذا الإقصاء إحنا بنقول لا يجوز لأن الضمير وحضرك الآن التقرير الذي جاء يؤكد هذه الحقيقة أما ما أسألت التلامزة أنهم يقولوا والله لا إحنا الأظهر وكذا وكذا التلامزة الآن طب ما نحن نتكلم في التعليم العام عندنا هل توجد فصول دراسية؟ لا يوجد في التعليم العام فصول دراسية الآن الطرى بعضين في المنازل خلينا نسمع من الأستاذ صحيحة أستاذ سامح عيد رأيك في هذا الكلام يعني الأظهر دائما يهاجم حتى وإن كان يعني يتم النظر فيه التدريس المناهج يختلف عن تبني المناهج وهذا ما يتهم به الأظهر دائما وخرجي تاني مأكد طبعا الدكتور محمد الشاحب الجندي أستاذ عزيز واتسم بساعة الصدر أقول بشكل واضح يعني عندنا مشكلة يعني هو يقول لي فين مين من أيما الأربعة اللي يدرسه قال إن فيش حد رد أو مين المقال لا يقتل لا يقتل مسلم بكيفر كلهم متفقين على هذا النقطة الثانية التنوع اللي يقول عليه الدكتور محمد الشاحب الجندي إنه يدرس الإباضية والإمام الشعية ومشاف هذك لا هذه المناهج بتدرس على أسنة خارجة عن الدين الصحيح وأحيانا أنهم خارجين عن العقيدة السليمة وأحيانا أنهم يكفروا بهذه المعتقدات الفاسدة وأن المنهج الوسطي هو كذا والمنهج المعتدل هو كذا مش التنوع بمعناه أن هذه كلها أفكار مطروحة ومن حق الطالب أنه يناقشها بشكل موضوعي لا بتدرس أنها خارجة لحتى المعتزلة اللي هم محصولين على أهل السنة يدرسوا أنهم خارجين عن المنهج الصحيح وأن الأشعاري هو الذي أخذ الطريق الوسطي الصحيح ويعني تدرس بهذا الشكل بشكل موضوعي أنه تطرح هذه الأمور على مائدة البحث وعلى الطالب أن يختار وأن يميز وأن يناقش وأن يتبنى أي من الأراء لا تشرح بهذا الأمر النقطة الثانية أن الهرم السكاني في مصر معدول بمعنى إيه؟ قالك للأمانة العلمية بتدرس لتحقيق الأمانة العلمية يعني ما قالش أن تتبنى هذه الأفكار ما هو بتدرس على أساس إيه؟ فيه فرق أنها تدرس بشكل موضوعي لا مش أصدي فيه فرق أنها تدرس بشكل موضوعي أنها فكرة من ضمن أفكار وأنهم متسويين في طرح الفكرة وأنها على سنة عقيدة فاسدة الإباضية أو الإسنة عشرية أو ما شبه هذلك فرق كبير النقطة الثانية زي ما قلت لحضرتك فيه نقطة مهمة فيه عدم تكافف الفرص أنا اكتشفت حتى في التعليم الأزهري أن تنسيل البنات غير البنين رغم أنهم يبتح نفس الامتحاء النقطة الثانية أنه فيه تصرب حقيقي لما نتكلم من السنوية الأزهرية 166 ألف طالب من 2 إلى 2 مليون لمن السنوية عشر سنة نلاقي أنه هرب مقلوب يعني أن الطلبة اللي فوقها تداي أقل بخلاف التعليم الحكومي أنه عندي مثلا مليون ونص في السنوية الأزهرية والسنوية العام والسنوية الفني هنلاقي ثلاثة مليون في القاعدة يعني فيه تصرب حقيقي ما عليش أستمح بسرعة قبل الفاصل يعني إيه تنسيق البنات غير البنين على عاصل الطالب خلينا إيه دي تنسيق البنات غير البنين إرجعوا للتنسيق يعني مثلا طب البنين مثلا تلايس 95 طب البنات تلاقي 95 ونص أو 96 رغم أنهم يمتلحنوا نفس الانتحان الأزهري وأي محام يرفع قضية هيخد عدم دستورية يعني يمتلحنوا نفس الانتحان والدرجة لأنه عندهم طب بني وطب بنيات وكذا رغم أنه الفروض أن تشجع البنات على الطب ولكن تلاقي فيه التنسيق مختلف ما بين البنين وبين البنات في التعليم الأزهري وضحت الفكرة أستسامح سنتوقف عند هذه النقطة نعم سنتوقف عند هذه النقطة ونخرج ونستكمل بعد فصل قصير التلعب معنا المحوى الرابع والأخير من تقرير خاص أتمنى على ضيوفي أن يكونوا مختصرين في إجاباتهم لأنه أريد إتاحة فرصة لهم جميعا خلينا نرجع للسؤس كمال زاخر ليستكمل النقطة التي كان يتحدث فيها ويعني بالمرأة دكتور كمال تقول لنا رأي حضرتك إيه يعني الحل إيه في هذا الموضوع شوف هو لا بديل أمامنا إلا أن يقتصر الأزهر على البعد الديني والتعليم الديني في المرحلة الجامعية أما ما قبل المرحلة الجامعية وهي لا تشكل زهن المواطن لأن أنت بتكلم على دولة تتميز بالتعدد والتنوع ولا نستطيع إنكر أن هناك غير مسلمين وعددهم مش قليل وبينثم هم كمواطنين ليهم حق في أن يعيشوا شأنهم شأن الآخرين أما التعليم بهذا الشكل يخرج لنا إيه؟ يخرج لنا طالب بيبتدي من أول كيجي وان في حضانة لغاية ما يخلص التعليم الجامعي لا يتعامل مع غير المسلم نمر واحد، اتنين البنات لا يتعاملون مع الأولاد ولا الأولاد يتعاملون مع البنات منذ اللحظة الأولى التي يخطب خطواتهم الأولى في التعليم وحتى نهاية التعليم الجامعي ثم هم أحاديين في الزهن أيضا لأنه لا يتعلم شيء غير ما يقوله له الشيوخ الدين ومن ثم من يريد أن يدرس الدين زي كل الدنيا يدرس فيه المرحلة الجامعية ويعود مرة أخرى المسجد كما كان سابقا إلى تعليم الدين للأطفال والشباب والفتيات وكذا بشكل موضوعي أما غير ذلك فنحن ندعو إلى تقسيم البلد بحسب نوع التعليم لأنك عندك تعليم أجنبي وعندك تعليم مصري وعندك تعليم خاص ثم عندك تعليم ديني أزهاري بهذا الشكل ومن ثم لا نستطيع أن نتكلم عن شعب متجانس بينما المدخلات تخرج لنا توجهات مختلفة بل ومتضاربة ومن ثم أنا أتصاوى خلاص وصلت الفكرة أستاذ كمال لضيق الوقت خلينا نسمع من محمد أبو حامد لأنه أنا كمان سؤال برلمان أنت تقول إن هناك قصور في القوانين لكن البرلمان يتقع عليه أو على عتقه سن قوانين جديدة لماذا يتقاعس البرلمان هل تعتقد أنه يقوب بدوره يعني في الحياة ما فيش تقاعس أنا اشتغلت من أواخر ضل العقاد الأول وفي ضل العقاد الثاني على مسروع تعديل شامل للأزهر الشريف لكن مع الأسف علماء الأزهر والمشيخة شنوا حملة من الهجوم الشرس على مسروع القانون وحركوا بعض نواب ضد مسروع القانون لمنعه من التقديم من الأساس يعني مش فكرة أنه يتقدم وينأشوه لا هم كانوا يرغبوا أنه لا يقدم من الأساس وفي الحقيقة من ساعة ما عملوا الحملة اللي هم عملوها دي أنا أرجعت تقديم المشروع القانون حتى لا يسقطوا من خلال هذه الأليات وابتدت أشتغل بشكل منفرد مع النواب وأصرح لهم وجهات النظر وحتمية التعديل وإن شاء الله على أمل أن مسروع القانون يقدم أواخل دول العقاد ده أو أواخل دول العقاد الجاي وأنا متأكد أن إذا مسروع القانون فتح مجال للنقاش أنا بالله أولا ثم بالتحضير الجيد لهذا الأمر أظن أنه سوف تكون هناك القدرة لإقناع جميع النواب بالتعديلات الواردة فيه كمصلحة أولا للأظهر الشريف نفسه ولبلدنا ومجتمعنا وشعبنا دكتور محمد شحات الجندي يعني بقي ثلاث دقائق أريد أن أقتصمهم بينك وبين أستاذ سامح هل توفق على هذا الكلام خصوصا في ظل كل السلبيات التي تتحدث عنها ضيوفي لا يمكن إطلاقا أن أوافق على هذا الكلام بسبب بسيط أن الكلام الذي تفضل به السيد النائب محمد أبو حامد هو يخالف الدستور نفسه الدستور مثلا دلوقت مما قاله الأستاذ محمد أبو حامد فيه مقترح وبالنسبة للقانون الذي يقوله أو مشروع القانون الذي كان عايزه بيقوله شيخ الأزهر وإزاي شيخ الأزهر يعني هو انتقل من التعليم بقى ومن تطوير التعليم إلى مسائل معينة بالنسبة لوضع شيخ الأزهر إيه أو وضع هذه المؤسسة دي تكون إيه ويرجو مرة أخرى أنه تقليص التعليم الأزهري أولا بنقول هذا المنح هذا الاتجاه لا يخدم المصاحة العامة ويخالف الدستور وإنت يا دكتور يا أستاذ محمد يا سعاد النائب ادخل إلى ما يمكن أن نقول الشخصية المصرية الشخصية المصرية تريد هوية والكلام هذا الأستاذ كمال زاخر أيضا والأستاذ سامح منقول الهوية المصرية يعبار عن دين يعبار عن لغة تاريخ يعبار عن وطن الوطن ودين الاتنين نريد الشخصية التي تريد ذلك وأنا أقول مرة أخرى أن التعليم العام هو اللي يكون من خلال التعليم الأزهري أستاذ سامح كيف يمكن تحقيق هاء الأمرين يعني تطوير وتجديد الخطاب الديني وفي نفس الوقت عدم المساز بمؤسسة كبيرة مثل الأزهر لها شعبيتها كذلك في العالم الإسلامي بشكل عام أنا كنت في البتدائي الأزهري أنا درست ببتدائي أزهري لم نكن ندرس موسيقى لم نكن ندرس ألعاب لم نكن ندرس رسم بيننا وبينهم قياس رأي العام يجيبوا أي قياس رأي عام طلاب خريج التعليم الأزهري مشاكلهم نفسها أكثر بكثير من التعليم العام وأيضا المدرسين يعملوا استبيان واستقراء لهؤلاء الطلاب وعلاقتهم بالآخر علاقتهم بالمرأة علاقتهم بالمسيحيين ستجد فروق شاسعة بين خريجين التعليم الحكومي وبين خريجين التعليم العام بيننا وبينهم قياس الرأي العام مركز بحثي متخصص يقوم بدراسة يجيب عين عشوائي من هنا ومن هناك ويقيمهم نفسيا ويقيمهم علاقتهم بالآخر وأراءهم في المرأة والمسيحي والردة ومشابه زالي حتى المدرسين يخضعون من التدريبات واستقراء الرأي العام سيجدوا مشاكل كبيرة لو درسنا الموضوع بشكل موضوعي سنجد أن هناك لابد من انتقال أن نكون جمعة بس هل يرضى الدكتور محمد شحات الجندي أن نخريك 50% لخش أصول دين ولا إبقى 90% لو مفتوح على الاثنين مليون طالب وخريجين كل السنوي بشكل عام هل يرضى أن يكون دراسات إسلامية 50% إن كان يرضى ذلك ويكون أقل الناس وغير رغبين في دراسة طب شكرا جزيلا لك أستاذ سامح عيد انتهى وقت الحلقة دكتور محمد شحات الجندي أستاذ محمد أبو حامد أستاذ كمال زاخر شكرا جزيلا لكم مشاهدين نلتقي على خير الأربعاء المقبل إن شاء الله في تقرير خاص جديد في أمان الله اشتركوا في القناة